الحمد لله 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 قال وَجَعَلْنَا اللَّيْلَةَ لِبَاسَةَ إِذَا كَأَنَّ يَتَلَبَّسَ هذا الظلام يَتَلَبَّسَ هذا الظلام لذلك الله جَعَلَ في رمضان الذي نحن فيه حِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إلى نِسَائِكُمْ جَعَلَ اللَّيْلَ لِكُلْ ما يطيب للإنسان من الحلال من مأكل ومن مشرب ومن اتصال بالطرف الآخر إذن الله لما أقسم بالليل أقسم الاعتبارات كثيرة ومن آياته الليل والنهار لماذا الليل والنهار؟ لأن الليل والنهار هي عدد الساعات والدقائق التي لا يحس بها الإنسان أو لا يشعر بها الإنسان لأن كل إنسان مننا يتمنى أن ينقض الوقت كما قال سيدنا الحسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك فكل مننا يظن أنه إذا كبر إنما هذا شيء مفيد يتمنى الإنسان طول العمر وفي طول العمر ما يضره وهذا تذهب شاشته ويبقى بعد حسن العيش مره فالإنسان مننا لا يدري ذلك الله سبحانه وتعالى قال واختلاف الليل والنهار ظلام ثم يأتي النور كأنه يقول إذا غشيك ظلم غشيك هم فإن النور بعده سيجعل من بعد ضيق فرج سبحانه وتعالى وأيضا من خصائص الليل الله ذكر فيه أشياء والليل وما وسق وقال سبحانه وتعالى والليل إذ أدبر والليل إذ يسق فالله دائما يقسم بالليل لأنه تحدث فيه أشياء ومن أعظم ما حدث في الليل الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله انظر كم من الآيات كم من النعم لله سبحانه وتعالى علينا في الليل لذلك لما تسمع قوله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى ما الفرق بين الليل والنهار النهار ما عاش لكن الليل يعني كأن وحش يريد أن يهجم عليك لذلك من عجائب ما قاله النابغ الذبياني فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأ عنك واسع وقال امرأ القيس ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي لذلك حتى يقولون ليلة النابغية كيليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكبي تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي فلذلك الليل أيضا من مواطن الهم وأيضا العرب كانت في جاهلية تقول الليل أخفى للويل الليل أخفى للويل فالليل هذا فيه عبر كثيرة منها ما هي تسر الإنسان ومنها ما تسوء الإنسان لذلك لما أقسم الله بهذا الليل كل ما تدبره الإنسان وجد فيه من العجائب ما وجد نسأل الله سبحانه وتعالى نأخذ لنا ذنوبا نتجاوز عن سيئاتنا هذا وصلى الله على محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر